بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة أوجه القراءة من أول السور إذا بدأ القارئ قراءته من أول السورة عدى التوبة فله أربعة أوجه للجمع بين التعوذ والبسملة وأول السورة وقلنا عدى التوبة لأن البدء بالتوبة له وضع آخر سنعرض له في حينه إن شاء الله تعالى فإذا نحن الآن أمام إنسان بدأ القراءة لنفرض من أول الفاتحة أو من أول البقرة أو من أول آل عمران فعنده هنا ثلاثة مقاطع التعوذ والبسملة وأول السورة والأوجه الجائزة في هذا على الشكل التالي أولاً وصل الجميع بأن يصل التعوذ والبسملة وأول السورة بنفس واحد فيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد هذا هو الوجه الأول أما الوجه الثاني وهو فصل الجميع وذلك بأن يقرأ التعوذ ويسكت ثم البسملة ويسكت ثم يبدأ بأول السورة على الشكل التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما الوجه الثالث فهو وصل الأول أي وصل التعوذ مع البسملة وفصل الثاني أي فصل البسملة عن أول السورة فيقرأ على الشكل التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأما الوجه الرابع وهو فصل الأول أي فصل التعوذ عن البسملة ووصل الثاني أي وصل البسملة بأول السورة فيقرأ على الشكل التالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويبقى هناك ملاحظة أخيرة في هذه المحاضرة هل التعوذ آية من القرآن والجواب على ذلك التعوذ ليس بآية بإجماع العلماء لذلك لم تثبت في المصحف العثماني ولم ترسم في مصاحفنا حتى اليوم والحمد لله رب العالمين